دكتور أمال هو أصلاً إيه اللي يدفع الأب أو الأم أنه يعمل تفرق ما بين الولاد؟ لأنه طبعاً في النهاية هم الاتنين ولاده وهم الاتنين في نفس المعزة ونفس كل حاجة ولكن إيه اللي بيخليني أن دفع نحو واحد بخلاف التاني؟ واخلق هذه الحالة العدائية؟ لا هو محدش بيفضل حد عن حد لكن هي الطبيعة الإنسانية أنا كأم خلفت طفل كبير أول ما بيعندي طفل صغير دايماً إحنا بنروح للأضعف نحب الصغير أكتر نحب التعبان أكتر نحب الحلو قوي أكتر فيه ناس بتفضل الولد عن البنت فالتفضيل بيبقى مراحله مختلفة عشان كده غزباً عن الأب والأم ساعات بينجارفوا وراء مشاعرهم بأنهما يظهروا اهتمامهم بطفل أكتر من الآخر وده طبعاً بيبقى ليه أثار سلبية كبيرة جداً على نفسية الطفل إحنا حتى دايماً بنقول فيه مرحلة كده قبل الولادة الطفل التاني لابد أن الأم تتباحها أول ما تعرف أنها تبقى حامل أو تبقى تنجيب طفل تاني لازم تبتدي تهيئ الطفل الأكبر لوجود شخص تاني أنا أجيب الطفل ده علشانك أنا هخلف علشان يبقى ليك أخ تخلي بالك منه أنت الكبير أنت اللي بتفهم أنت الأحسن بالنسبالي أنا بحبك جداً وأنت كمان هتحب أخوك الصغير يعني لازم بنوجه الأمهات أنها تبتدي تعمل عملية تمهيد للطفل وأنها زي ما احنا متعودين نقول لهم هتقولوا هداية وقولوا أن الطفل اللي جاي ده هو اللي جاب لكم الهداية دي فيتعلق به ويحبه قبل ما ييجي وأول ما تولد برضو في بعض الحاجات أو القواعد اللي لازم الأم تتباحها أنها لما تردع الطفل الصغير مش لازم تقعد تغنيله والتهزر معاه وتكلمه كلام ممكن يسير الغيرة في نفس الطفل بتفضل جوه نفسيته عايزين نقول أن الطفل الصغير ده بيفهم كويس قوي ولما بيحس أن حب الأم اللي هي الأمان الأول اللي يروح لشخص تاني بيحصل له حالة من شعور عدم الاستحقاق الحب بتفضل معاه اللي هو النيتز فيبقى حاسس طول الوقت أنه هو غير مستحق للحب فممكن المشكلة دي تفضل معاه لحد ما يكبر ويواجه مشاكل كبيرة جدا في حياته بس عزيزة أقول لحضرك حاجة في بعض الأزواج بيغيروا من اهتمام الأم بأولادها لا دي غيرة أخرى بقى دي غيرة الأزواج دي حقيقة أنا مش بنتكلم بس بالضبط بالضبط كمان الأزواج بيغيروا من اهتمام الأم بالأطفال بقى نفس الفكرة زي ما الدكتور قال كده إحساسي بأن أنا أمتلك شيء وحد تاني أيا كان الشخص اللي جاي هياخده زي ما الست بدغير الست برضو بدغير بدغير من صحبتها بدغير من بنتها لو جوزها هتم بيها زيادة إحساسي أن أنا ممتلك شيء معين وشخص آخر أيا كان ترتيبه هياخد المكانة دي أو هياخد الحب ده بيديني شعور بالغيرة إحساسي بأن أنا ممكن أفقد هذا الاهتمام فإحنا عايزين ننمي في الأطفال من صغرهم أهمية وجود الأخ وإزاي الأخ ده حاجة مهمة جدا وإزاي أنتوا اللي اتنين المكملين مع بعض وإحنا موجودين لفترة لكن إنتوا لو تفضلوا في الحياة سوى إزاي أخوك يكون عاون لك في الحياة إزاي يكون سند نأكد دايما على أهمية وجود الأخ وسيدنا موسى لما طلب من ربنا أول طلب لي كان طلبه أنه يكون لي أخي كله سنة فإحنا عايزين نأكد دايما على عزيل معاني ونكملها في الحياة مش بس ناخدها مجرد ما بتدي أجيب طفل تاني وتوقف لأ مهم جدا الأم تشتغل على الموضوع ده طول الوقت بلاش المقارنات يا جماعة المقارنات صعبة جدا إن أخوك أحسن منك إن أخوك بيذاكر أحسن منك إن أختك شفت طلعها متفاوقة إزاي وإنت لقى ده إحساس بهدم في مشاعر الطفل على طول الوقت بهدمه